مباحثات تليها مباحثات وزيارات تتبعها زيارات والنتيجة لا تخرج عن الدوران في حلقة مفرغة من الجهود الدولية التي عادة ما تفشل في إيجاد مساحة مشتركة بين الفرقاء اليمنيين وإرساء قواعد ثقة متبادلة يمكن البناء عليها لإنهاء الصراع وإحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من كارثة إنسانية محققة جولات مكوكية مكثفة قام بها المبعوثان الأممي مارتين غريفث والأمريكي تيموثي ليندركنغ بين السعودية وعمان التقيا خلالها ممثلين عن أطراف الصراع اليمني وحلفائهم الإقليميين لبحث مسودة الإعلان المشترك التي طرحها غريفث خلال أكثر من عام والتي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن وتخفيف القيود على حركة الأشخاص والسلع من وإلى البلاد وإلزام أطراف النزاع باستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع وهي البنود نفسها التي طرحتها السعودية في مبادرتها الأخيرة لوقف إطلاق النار والتي رفضها الحوثيون ومن دون بيان نتائج زيارته المكوكية قال غريفث في لغة متفائلة إن تغيير المسار نحو الحل السياسي في اليمن لا يزال ممكنا تفاؤل أرجعه مراقبون إلى أن وفد الحوثيين في مسقط قبل أخيرا بجلوس مع غريفث بعد رفض طويل على الرغم من أنهم لم يبدو أي مرونة فيما يتعلق بقبول مبادرة وقف الحرب وإنما دار الحديث مع غريفث الاتفاق الإنساني المتعلق برفع الحظر عن مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وبالنظر إلى أن أمام غريفث نحو شهر فقط قبل أن يترك منصبه كمبعوث أممي إلى اليمن فإنه من غير المرجح في رأي محللين أن يحرز أي تقدم في المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب اليمنية ما يعني أن اليمنيين سيبقون في معاناتهم منتظرين مبعوثا أمميا جديدا يبدأ جوالات جديدة من المباحثات علها تثمر هذه المرة حلا للصراع ونهاية لمعاناة الشعب اليمني